اطلاق المرحلة التحضيرية لمشروع توسعة مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت كان محور الاجتماع الموسع الذي عقد في الصراع الحكومي وشارك فيه الرئيس المكلف سعد الحريري الاجتماع الذي دعت إليه الأمان العام للمجلس العدل الخصخصة بحضور وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس وعدد من ممثلي الوزارات والشركات المختصة ناقش دراسات الجدوى المالية والفنية والقانونية لرفع القدرة الاستيعابية للمطار إلى 20 مليون مسافر سنويا من الوزارات يوجد من المساعداتنا يوجد من المساعداتنا لإنساننا كمساعدة كم يمكن نحتاج إلى تحرك بسرعة ومساعدة نريد للمطار الوزارات نعمل عملنا في تحرك كل الأشياء التكتنية إن شاء الله في الوزارات المتحدة كما قال مميسر يوسف ممتازن إنه يهم مهمة أحيانا أعتقد أن الأشياء الجدوى المتحدة إنه يهم مهمة أحيانا للمطارا ليساو كمساعدة ولكن لأنه خلال كمساعدة في المستثيل في المستثيل في إعجاب التعبير للتعبير المطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي لا يتحمل أي تأخير في المباشرة بتأهيله فقد كان مطلبي ومطلب كل المعنيين بهذا الموضوع أن يتم رصد الأموال اللازمة لزيادة قدرات المطار الاستيعابية في نطاق مبانيه الحالية ريث ما يصار إلى تنفيذ المخطط التوجيهي الذي أقره مجلس الوزراء لرفع قدرته الاستيعابية من 6 ملايين مسافر إلى 25 مليون مسافر وبما أن الحكومة وافقت فقط على رصد مبلغ 18 مليون دولار من أصل 88 مليون دولار بالإضافة إلى القيمة المضافة للكيام بأعمال الصيانة الطارئة ولقد باشرنا بالعمل اللازم منذ أن استلمنا هذا المبلغ من وزارة المالية في شهر أيلول وفي الختام قدم الاستشاريون عروضا توضيحية وشروحا عن خطة العمل في المرحلة التحضيرية التي سيتم بنتجتها إعداد دراسات الجدوى المالية والفنية والقانونية للمشروع موسيقى